يتواصل تسير الجسر الجوي من الأراضي المقدسة لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن ويتم تسير عشرين رحلة جوية اليوم لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع إحدى عشرة رحلة من جدة وسبع رحلات من المدينة إلى جانب رحلة جدة أسوان ورحلة جدة باماكو تأتي تلك الرحلات لإعادة حجاج بعتة وزارة الداخلية وقرعة أسيوت والغربية والمنوفية وتضامن القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والبحيرة والدقهلية والترانزيت والسياحة وحج الأجانب الأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي